اشتركوا في القناة حكومة الوفاق الوطنين فما هي فرصها في النجاح والاخفاق وهل تعد خطوة اولى في طريق تحقيق اهداف الثورة كما تراها احزاب المعارضة ام انها التفاف على الثورة كما يراها الشباب وهل سيراقب المجتمع الدولين الوضع عن كثب هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في الاستوديو الاستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز ابعاد للدراسة الاستراتيجية اهلا وسهلا بك الاستاذ زايد جابر محلل سياسي وباحث اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم سمالة الكرام اعلنت حكومة الوفاق الوطني واعتبرها الشباب في الصاحات انها تقاسم للسلطة وانها لم تحقق اهداف الثورة فهل انتهت الثورة الى هذا المستوى من التقاسم للسلطة وايضا هل تعد هذه الحكومة التفاف على الشباب وعلى مطالب الشباب في الصاحات اعتقد ان حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها مؤخرا برئاسة احد اقطاب المعارضة هي ضرورة رأاها الخارج والداخل معا في اطار مرحلة التغيير ونقل السلطة والانتقال الى مرحلة ما بعد الرئيس صالح نعم لكن هي كضرورة للمعارضة والمعارضة جزء من الثورة هل هو تقاسم ادوار هل هذا تقاسم ادوار يفهم على انه تقاسم ادوار ام انه ايضا تحقيق لاهداف الثورة يعني متمثل مثلا في نقول مثلا ان الحالة اليمنية تختلف عن الحالة الليبية عن الحالة المصرية عن الحالة التونسية وبالتالي هذه تلبي الخصوصية اليمنية اولا الشباب عندما خرجوا للساحات كان رافعين شعار ارحال وهذا طبعا الشعار معروف ايضا رفع بالفرنسية في التونس ويعني ليس ارحال النظام بقدر ما هو يعني ارحل رأس النظام اللي هو الرئيس صالح فهو تحقق جزء من اهداف الثورة في رحيل الرئيس على عبدالله صالح والانتقال لما بعد مرحلته ويأتي مرحلة البقية الاشياء التي يطالب بها الشباب في مسألة مثلا اسقاط النظام كامل تتم عبر عملية التغيير التي اعتقد في اليمن ستطول لعدة اسباب وهي مسألة الاحفاظ على عدم اراقة الدماء اكثر مما حصل والخروج بثورة يحصل فيها تغيير لكن بدون تكلفة بشرية مرسل لكن اخي عبدالسلام يعني الشباب قالوا ارحل وقالوا اسقاط النظام لم يسقط النظام ولم يرحل صالح يعني نصت المبادرة الخليجية في النسخة الاولى على تقديم استقالة الرئيس صالح بينما الان المبادرة التي وقعت بآلية التنفيذيات تنص على انتخابات مبكرة لم يرحل الرئيس كما اراد الشباب بل رحل عبر انتخابات مبكرة وهذا ما اراد صالح يعني انه يخرج عبر انتخابات بصورة مشرفة كما يقول اكيد الطريقة هذه الطريقة في مسألة انتقال للسلطة هي تحمل السلبيات والايجابيات لكن بالنظر الى كثير من العواقب لحصول عملية التغيير او تحوله من جانب ثوري الى سياسي طبعا اذا ما نظرنا البقية للثورات العربية العمل السياسي وحصول تغيير سياسي هو موجود لا يوجد هناك مسألة تغيير ثوري كما يقول الشباب هناك صحيح ثورة لكن ماذا يعني تغيير ثوري هل معناه اجتثاث النظام نعم لكن في الحالة التونسية تم اجتثاث النظام بل وحصر اتباعه حتى في الانتخابات النيابية في ماصر تم اجتثاث النظام وربما كان هناك تم مناقشة قانون يسمى قانون يحضر المنتمي للحزب الوطني الحاكم من الممارسة العمل السياسية هذا لم يحصل الا بعد فترة ويعني تمت في الوسط ما بين الشرعية ثورية وشرعية ديمقراطية فيما بعد شرعية سياسية فلم يكن هناك شرعية ثورية ان الشاب تولي رئاسة تونس بعد سقوط وهروب زين العبدين لكن حصل ان رئيس الحكومة قام بتنصيب نفسه بحسب الدستور كرئيس مؤقت للبلاد وفي مصر نفس جاء النايب وبعدين زادت الثورة هيجانا فجاء المجلس العسكري وازدادت الآن ثورة هيجانا فتأتي الديمقراطية لتحل المشكلة نحن بنفس الطريقة لان مسألة التغيير في اليمن هنا اللي حصل الذي لا بد ان نفهمه ان ما حصل من تغيير في البلدان العربية وثورات هي خصوصية لبلدان معينة وهي البلدان التي تحكمها عائلات في اطار عسكر يعني عائلات عسكرية فالانظمة العائلية العسكرية هي التي شهدت ثورات وليست كل البلدان وكل بلد سيحصل التغيير بطريقته وكان لنا القدر ان يحصل التغيير بهذه الطريقة لكن لكن ايضا ليس هذا معناه كل شيء انما الشباب هم الاصل في الحفاظ على مسألة التغيير ان يحصل تغيير جذري للنظام او ان يحصل تغيير جزي فاستمرار الشباب في الساحات يؤدي الى نوع من الضغط حتى على سلطة المعارضة التي تحكمها للحكومة القادمة من اجل حصول تغيير وعدم وصول كثير من الفاسدين ولا من يعني عليهم اتهامات بسفك الدماء للحكومة مرة اخرى نعم انتقل الاستاذ زايد يعني في سؤال مهم جدا هو يقول ان خرجت الثورة ليسقاط النظام لكنها لم تسقط النظام بل نقلت السلطة من علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الى نائبه عبدالرب منصور هادن نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام يعني غير مفهوم يعني تماما ما الذي يحدث يعني يعني اقول في البداية انه يعني الشعار المرفوع الذي رفع في البلدان العربية الشعبي ريد اسقاط النظام هو شعار عذقري انا اسميه شعار اختزل يعني لان القضية ليست شخص وليس رئيس النظام هناك يعني مؤسسات او يعني هناك حزمة من القوانين والدستور الذي فصل على مقاس هذا النظام الاستبدادي الفردي فمعنى اسقاط النظام اسقاط هذه المنظومة وبناء نظام جديد على انقاضه طبعا الثورة هي عملية هدم وبناء هدم للنظام القائم باعتبار انه الناس وصلوا الى طريق مسدود وبناء نظام جديد لدولة مدنية حديثة كما يعبر عن يطالب بها الشباب على انقاضه الحقيقة بالنسبة للأحزاب حتى نفهم الموقف هي لم تقم بالثورة ابتداءا يعني هي كانت تسعى الى اصلاح سياسي يعني الى تغيير بنية هذا النظام الذي وصلت معه الى طريق مسدود يعني لم تكن حتى تفكر ربما بالثورة بالتأكيد هو عملها سياسي وكانت وخاضت حوارات على الاقل منذ ما بعد انتخابات الرئاسة 2006 وصلت الى طريق مسدود فكان لابد من الثورة يعني قام بدأ بها الشباب والتحقت بها الاحزاب يعني بالتأكيد الشباب يعني ما كانوا يتوقعوا ان تكون النهاية بهذه الطريقة كانوا يريدون يعني سقوطا دراماتيكيا انجاز التعبير للنظام بما يشبه يعني الحالة المصرية يعني اما ان يهرب الرئيس او ان يقال او يستقيل كما في الحالة المصرية ولا نقول الحالة الليبية لان الثورة يعني سلمية وبالتالي لا مجال الا الخيارين ان يعني وكانوا يرفعوا في الشعارات اما ان يرحل او يرحل يعني الحقيقة الآن ما جرى من الاتفاق بالنسبة للشباب هو بكل تأكيد لا يلبي طموحاتهم او لا يروا فيها النهاية المرجوة التي كانوا يودونها يعني هنا نحن امام مرحلتين مرحلة اسقاط النظام ومرحلة الثانية يعني مرحلة بناء النظام نحن لازلنا في المرحلة الاولى اسقاط النظام سواء يعني كاشخاص بقوا على المؤسسات والشباب حددوها بالرئيس وعائلته او يعني المنظومة السياسية التي حكموا من خلالها انا اعتبر بالنسبة للمبادرة هي الغت يعني ما ظل الرئيس يتمسك به من الشرعية السياسية انا اقول يعني الان الاتفاق الشرعية الدستورية الشرعية الدستورية يعني هناك وايضا بالنسبة للأحزاب لم تعد هناك شرعية يعني لا توجد شرعية ثورية وتتقاسم مع النظام السابق ويحدث هناك توافق يعني الان ما يجري هو خارج الشرعية الثورية وخارج الشرعية الدستورية ايضا التي كان الرئيسي هناك شرعية توافقية وضمن المبادرة بدعم يعني وبمراقبة اقليمية ودولية وبقرار يعني دولي يعني وانا استغرب يعني ان البعض يحاول يعني هو ليس انتصارا للرئيس انه رفض ان يقدم استقالته يعني المبادرة الخليجية كانت تسعى لاخراج الرئيس ضمن الشرعية الدستورية الذي ظل يتشبث بها وهذه الشرعية يعني لا يمكن الدعوة الى انتخابات رئاسية الا بثلاث حالات اما حالة وفاة الرئيس واما عجزه عن ممارسة مهامه واما ان يقدم استقالته فيصبح النائب هو يعني يقوم بمقام الرئيس لمدة شهرين وتجرى انتخابات هذا هو الدستور فعندما ينص الآن على انتخابات يعني دون ان يقدم الرئيس استقالته هذا يعني انه تخلي عن الشرعية الدستورية لم يعد هناك مجال لشرعية الدستورية اصبح التوافق وهذه المبادرة واليتها التنفيذية فوق الدستور انجاز التعبير حتى البرلمان يعني حسب نص المبادرة يتم بالتوافق بين المعارضة وبين يعني المؤتمر لم يعد معارضة الآن يعني هناك فعلا تقاسم لكن انا اقول يعني بالنسبة للشباب هم هناك اهداف للثورة ليست المهم الطريقة التي سيتحقق بها الاهداف انا اريد ان اسألك في هذه النقطة تحديدا يعني هل يمكن ان تجير الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية على اعتبار انها مكسب او انها يعني خطوة اولى من خطوات انجاز اهداف الثورة يعني بالتأكيد نحن ماذا نريد الآن نريد اسقاط النظام المفهوم المباشر لاسقاط النظام الرئيس وعائلته الرئيس سيخرج من السلطة بعد يعني شهرين هو الآن رئيس شرفي بصلاحيات يعني نقلت الى النائب وبعد شهرين سيتم انتخابات توافقية ايضا فيعتبر رأس النظام انتهى يبقى لدينا هناك قضية هامة في هذه النقطة يعني تحديدا 21 فبراير فبراير اصبح تاريخ يعني مفصلي بالنسبة للثورة ولليمنين جميعا يعني وهو ان يشهد اليمن خروج اه رئيس حكم